الموضوع يجب ان يمر بمعادلة البرلمان معادلة الدستور معادلة المحاكم المسؤول عن هذا الموضوع معادلة الخبراء المختصين بهذا الامر بصراحة كما تفضلت يعني انت هل معقول انا كل كل دولة اريد يعني بدي بدي حاول اني اعمل معها نوع من طبيض الوجه بقوم باعترف فيها. هاي الحالة الحالة الحالية التي نشهدها بصراحة هي ليست اكثر من بسبب حالة الصراع المشهودة حاليا الموجودة حاليا في فلسطين الموجودة في غزة الموجودة ضمن هذه المعادلة فتحاول النمسا يحاول المستشار يحاول كافة السياسيين في العالم ليس النمسا على حدة يعني تحاول ان تقوم يعني بشيء على مبدأ يعني اه المجاملة على مبدأ انه والله ان احنا عما نعمل شيء تجاه هذه الدولة تجاه الاعتراف نجبر شريحة معينة من اللاجئين نجبر شريحة معينة من المهاجرين للاجانب. هذا الكلام موجه. هاي بقانون لأي حد يتقدم سواء لاجئ حرب او لاجئ اقتصادي اي حد يتقدم لحصول على الجنسية النمساوية لابد ان يكون هناك اطراف ضمني دولة اسرائيل. التلوصيني يعني مثلا. نعم هذا كلام صحيح هذا كلام يا سيد الكريم. اه حتى حتى يصبح قانون بده متل ما حكينا بده يمر بده منه كتير معادلات حتى يصير. ولكن انا لو بتسألني السؤال بطريقة اخرى. هل هذا الموضوع سيحصل? انا لا ارى ان الوضوع سيحصل يعني. وان حصل يعني سيكون على المدى الطويل لانه هذا الموضوع يحتاج لدراسة يعني. اه 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 يضاف على ذلك يضاف على ذلك اه اسرائيل بشكل او باخر هي معترف فيها ومؤسسات اللون المتحدة. يعني هي اوتوماتيكيا معترف فيها بغض النظر انت عترفت في او ما عترفت فيها. حتى لو وقعت على ورقى انا ما اعترف فيه او ما لي معترف فيه. يعني هذا الكلام بصراح هذا الكلام شكلي. فبالتالي اه الاعتراف بدولة الاقرار بالاعتراف بدولة واحدة. وليس الاعتراف بكل دول العالم على سبيل المثال. هذا الشيء مخالف دستوريا يا سيد الكريم. هذا الشيء غير غير قابل لانه يصمد. هذا لانه الموضوع عبارة عن استفاف سياسي. النمسا اليوم تريد ان 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 تسمي نفسها باستفاف سياسي كما قامت المانيا او احد ولايات المانيا باستفاف سياسي ما لازهار شيء معين. ولكن هل هذا دستوري? هل في حال احد ذهب الى محكمة اوروبية ما? هل سيصمد هذا القانون او هذا الخيار الالزامي اه امام هذه المحاكم? لا اعتقد بصراحة. انه في حال اخرته محكمة اوروبية واحدة اصبح على كافة الدول اه الاتحاد اوروبي ان يصبح شرطا من اعمل شروط الحصول على الجنسية النمساوية. فحيح الجنسية النمساوية او الجنسية بالاحل الجنسية الاوروبية لكل دولة معاييرها وشروط خاصة. ولكن هذا المعيار السياسي وليس الداخلي. لانه كل معايير الحصول على الجنسية النمساوية. عمل ست سنوات. مستوى لغة معين. مستوى داخل معين. هذا بس هاي شروط داخلية. شروط داخلية اه تعالى بها الدولة من الداخل. اما الشروط السياسية لا اعتقد انها ستستطيع ان تحصل. ومن جهة اخرى في حال حصلت واقرت اه احتمالا نشهد نحن فعليا يعني ردة فعل عكسية. يعني صراحة الوضع محتقل الان جدا. العربي اليوم الذي يعاني يعني او الذي يرى ما ما يحصل اليوم في فلسطيني. يقول لك انا ما عا بديش يتسير كلايات اتفضل. يعني ما عا بده يتعلم لغة. يعني ما عا بده يشتغل. يعني ما عا بده يندمج. ما عا بده يعمل شي. طب انت هذا على اي اساس هل انت بسقول يا سيد نيهامر يا كزا اللي عم يحاول يحكي هذا الكلام الى اي حد هذا الطرح مسؤول استاذ بامدوغ صراحة. اكيد المرحلة المقبلة وكما تفضلت الانتخابات المقبلة راح توضح كتير من تطورات هذا الشأن.